اشتركوا في القناة ايات الشكر والتقدير والامتنان الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه على تفضله بالعفو الشامل على عدد 452 نزيل هذا الامر الذي نشر الفرحة على الأمهات والآباء والنزلاء أنفسهم طبعا هذا شيء عودنا عليه جلالة الملك مؤول مرة يسويه هو صاحب المبادرات الإنسانية وصاحب المبادرات التي تنشر المحبة والسلام في أرجاء الوطن نعم هذه المدرسة التي نتعلم منها وإن شاء الله تكون هذه الأجواء مستمرة في أجواء مملكة البحرين ويكون بلد آمن فيه المحبة والسلام هذه حكمة جلالة الملك أننا اليوم البحرين نكون نموذج نموذج في المنطقة كلها نموذج حق العفو حق الصف حق بدايات الجديدة حق أن الوطن هذا الذي يتسح حق الكل الحنان الأبوي المسؤولية الأبوية من جلالة الملك نتأكد أنه فعلا البحرين اليوم إلى الكل وكل أبنائها هذا مكانهم هذا عيشهم الحقيقي اللي لابد أنهم يقدمون ويستحق منهم بذلهم وشبابهم وعطاهم أي قد فرحة بناتنا اليوم طالباتنا لما أبهاتهم ووصلونهم بدارسهم اليوم الفرحة قاعدة تشمل الأمهات الأخوات الجيران الأصدقاء أشكر جلالة الملك اللي هو دائما عودنا أنه دائما يكون القائد الحكيم ملك الإنسانية اللي دائما يعفو عند المقدرة اليوم نشوف الأفراح في كل مكان الأفراح بعادة الأمل من خلال العفو اللي اليوم نشوفه في مملكة البحرين مستفيدين منه 457 نزيل لكن اليوم أيضا المنظومة التشريعية تتيح أيضا خيارات أخرى مثل الأقوات البديلة والسجون المفتوحة اللي أيضا من خلالها يستطيعون هذه النزلاء أن يستفيدون منها فإن شاء الله العملية تكون مستمرة وهذه الأفراح وهذه المناسبات وأنها تعطى فرصة ثانية أنهم يرجعون يبدون هذا الوطن بسواعدهم ويقدمون كل ما هو يعني خير حق هذا الوطن اشتركوا في القناة